قبل لا أبدي في كم موضوع أحب أبدي فيه أنا ممكن تكلمت في حسابنا في السناب شات قبل شوية وأيضا خبر تم نشر أيضا في حسابنا في تويتر يعني تلقيت قبل شوية من الأخوان إدارة القناة طلب رسمي لاستدعاء للنيابة في الشكوى المقدمة من نادي خيطان وتحديدا رئيس النادي عبدالله مزعي العتيبي بحق طبعا الأخ محمد يوسف والاتصال اللي تم مع محمد يوسف واتصال محمد يوسف معانا في البرنامج يعني شكوى أنا ما رحت النيابة لكن يعني إن شاء الله لما حضر راح أعطيكم التفاصيل شنو سبب الشكوى لكن حضورنا طبعا وحضوري شخصيا واستدعائي شخصيا بناء على القانون اللي يقرره الأخوان أعضاء مجلس الأمة أستاذ الأفاضل أعظام مجلس الأمة اللي هما معروف عنهم طبعا وهذا أمر طبيعي إن مدافعين عن حرية الرأي والمقاتلين عن حرية الرأي واللي يدافعون أيضا عن الديمقراطية في الكويت ويدافعون عن السماح بحرية الرأي في وسائل التواصل سواء في تلفزيونة في وسائل الإعلام المرئية أو الصوتية أو المقروعة طبعا هذا المعروف عن الساد الأفاضل أعظام مجلس الأمة وبناء على القانون اللي هما قرروا أيضا قانون المرئ والمسموع اللي أنا قلتها يمكن في سناب شات ما أعتقد في بلد بالعالم بالعالم إن برنامج رياضي واحد متصل يتصل يتلفظ بألفاظ يرون الأخوان أي أن كان أي شخص يعني أتكلم يشتكي يشوف أنه مثلا جرح في هذا الاتصال أو أسيلة في هذا الاتصال ويروح يشتكي عليه بالنيابة يشتكي على المتصل طبعا ويتم أو يتكلم عن برنامج رياضي ها كل الأمر يتكلم عن الرياضة عن برنامج رياضي ويتصل في هذا البرنامج رياضي برنامجنا وبعد ذلك يتم الشكوى على المتصل وبناء على قانون المرئ والمسموع اللي أقرره الأخوان السادة المدافعين عن حرية الرأي أعضاء مجلس الأمة يتم استدعاء كل اللي بالبرنامج أنا ما أعتقد في دولة بالعالم موجود عندها هالقانون وهالقرار أنا ما أعرف صراحة إلا إذا الأخوان اللي أقرروا هالقانون أعضاء مجلس الأمة عندهم يعني خلفية وباقراوند إنه والله لا في دول ترى مو بس كويت أتمنى يزودون فيها يعني الأخوان اللي وافقه وأعلنوا التصويت على قانون المرئ والمسموع أتمنى يطلع منهم واحد يقول والله فيه ترى بالدولة الفلانية الدولة الفلانية أنا يعني أضرب مثال مثلا مصر على سبيل المثال مصر أعتقد الإعلام الرياضي فيه ما ما تكلم عن السياس طبعا كل حديث عن الرياضة ما أعتقد الحديث في الرياضة المصرية نفسنا أكثر شوفون تصريحات مرتضى منصور خالد الغندور أسماء كبيرة يعني موجودة في الإعلام المصري شوفش يقولون بس أنا ما أذكر يعني ما أدري بمصر أعتقد الإخوان أعظام جسلهم ما عندهم مستشار كبير ورجل محترم وقدير ومخضرم مستشار من الإخوان المصريين يقدرون يسألونه يروحوا لك وترى مصر في نفس هالموضوع إنه والله شخص يتصل بالبرنامج شخص رياضي يتصل ببرنامج رياضي وينتقد عمل معين ويتم الشكوى عليه في النيابة ويتم تحويل كل اللي بالبرنامج خلي يفيدنا الأخ المستشار المصري اللي عند الإخوان في مجلس الأمة وممكن منه نستفيد ونتعلم يعني ممكن والله القانون موجود عند الإخوان في مصر ممكن يتلون المعد والمخرج والمذيع ومدير القناة وضيوف القناة وكل اللي بال يعني هل يعني ما ندخل مثلا بالتصلين مثلا بالبرنامج ما نسولف ما نتكلم ما أدري والله شنو رأي الإخوان عضا مجلس الأمة ودي أعرف رأيهم يعني ودي أعرف شنو وجهة نظرهم اللي يقروا هالقانون يعني شنو الهدف من هذا القانون أتمنى في دوني يعني أتمنى يعني أنت اليوم بتقرق هالقانون أوكي في الشأن السياسي عاملنا بالله سياسة وأمر يخص بلد واحترام دول وعلاقات مع دول أمر طبيعي اقتصاد نقول والله اقتصاد وهذا يأثر باقتصاد البلد والبورصة والميزانية الدولة وسعر النفط بالكويت وبالعالم ما يصير آمن بالله بالرياضة بالرياضة ما يصير واحد يقول والله النادي تسجيل في انتخابات خطأ ما يصير أنا ما أدري والله صراحة ما أدري عموما نحن قضاء يعني الحمد لله عندنا قضاء عادل ونزيه والحمد لله عندنا وأنا مريت على يعني وكلاء نيابة وشفت تعاملهم الراقي وشفت أيضا الأحكام الصادرة كلها ولله الحمد يعني بعدالة وبتطبيق للقانون بحذافيرة فإن شاء الله كلنا نثقة بهذا القضاء العادل ولله الحمد لكن نحن نتكلم ككلام عام يعني هذا الأمر وهذه الرسالة أوجهها الأخوان أعظام مجلس الأمة يعني ما أدري والله ما أدري لكن عموما نحن بالنهاية رسالة أخيرة هذا برنامجنا وهذا نظام البرنامج مفتوح للرأي والرأي الآخر في حدود الأدب في حدود الاحترام في حدود التقدير في حدود الأخلاق ولله الحمد وكل ضيوفنا ومشاركينا والله الحمد يتحلون بهذه الصفات ما راح نحيد عن هذا الأمر ولا راح نحيد عن هذا الطريق واللي ما يجبه برنامجنا يا أخي لا يشوفه مو شرط تشوفه يعني ليش مضايق نفسك ومتأثر بالحديث اللي يصير في البرنامج لا تشوف البرنامج بس إحني أمر بسيط فر القناة يا أخي وريح بالك ونام مرتاح وجاب أسرتك وبيتك وشغلك وعملك